السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي قناة حور. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الكريب السهلة البسيطة بمكس الجبن والزاتون الاسود. بصوا يا جماعة دي فتحت لكم واحدة هي. طحفة. طحفة والطعم روعة روعة روعة. اهي. يا طبعا لسه سخنة جدا. اهي كده. اهي. مقديره. مزبوطة جدا جدا جدا. اهي. اهي. ما شاء الله. اهي. كده. دلوقتي هنشوف المقدير. وبعد كده هنخش على التحضير. ادي كربة اهو. جنبه شوة الترشج للجمال. اهو. يلا بنا نشوف المقادير. معي كبايتين لبن. نص كباية مية. كباية ونص دقيق. اتنين بيضة. معلقة صغيرة سكر. معلقة صغيرة ملح. ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. كده انا جبت البولة بتاعتي. اهي. هبتدي. اول حاجة هحط البيض. وعليه الفلفل الاسود. لو عايزة تعمل لي كربة حلو. بدل الفلفل اسود هتحط الفانيليا. وبدل الملح هتحط سكر. اهو. كده تمام. هبتدي. اجيب بقى المضرب الكهربائي او المضرب السلك. اللي عندك اشتغل بيه. اهو. انا بس كده ايه هخلط البيض مع بعضه كده. مع الفلفل الاسود والملح. اهو. كده. وبعد كده هنزل بالمواد السيلة. هنزل نص كباية المية. وكبيتين اللبن. المقادير فيها معلقتين سمنة. انا مسيحيها. بس طبعا انا انسيت احطها في المقادير. بس حطيتهم على المكونات. ودي معلقة السكر الزغيرة. يبقى المقادير فيها معلقتين سمنة. واضرب كويس جدا جدا. وبعد كده هنقلب بولة اكبر. عشان اقدر اشتغل براحتي. ايه. ادي البولة اهيه. هنزل فيها. اهو. كده. فقدر عندي الدقيق. هنزل بيه واضربه كويس اخلطه كويس عشان ما عملش تكتلات. ولو انت عند عايزة تتأكدي اكتر بتجيبي مصفة وبتصفيه. لكن انا كده متأكدا. المضرب الكهربائي بيه. نعمها جدا. كده انا معايا تواصة ومعايا فوتا هي. لان انا بحط الكريب في الفوتا واغطي عليه عشان يفضل طري. اهو. اهو. انا كده حطيت اه تلات معلق دقيق مع الكباية ونص. وكل ده هكتبه لكم في صندوق الوصف. معلقتين السمنة اللي انا حطيتهم. وتلات معلق دقيق كل ده هكتبه في صندوق الوصف. اهو كده. احطيها على النار لحد لما بحس ان الجناب كلها كده تلمت. وطلعت من الطاصة من الحروف. اهي. كده. انا بحب الكريب بعمله من تحت بياخد لون. اللون ده اللي انا بحط عليه الجبن او اللحمة المفرومة او الفراخة او اي حشوة. فبيبقى كريزبي. ولما بلفه بحطه تاني على الطاصة. فبيبقى الكريب منبرة كريزبي. ومع الجبن من جوه طريب الطعم طحفة. هتشوفها دلوقتي لما هقلبها ان هي بيض. ابيض الوش التاني ابيض. غير ده. انا متعمدة ان انا بدي لون للوش ده عشان احنا بنحبه كريزبي. ولو مش عايزة كده ما تطولش على في النار. اهي كده. كده تمام. اهي. حركة بس ثواني كده. كده. وبتدي بعد كده حطها بقى على الفوطة. وحط المقدار التاني وبعد كده هغطيها بقى. عشان لازم تتحط. بس انا حطيتها فوق الوش عشان اوريكم اللون اللي من ناحية التانية اهو. الابيض. هكمل بقى الباقي عشان ما تقولش عليكم الفيديو كده بسرعة. اهو. على طول. ووش واخد لون والوش التاني لأ. وابتدي كل احط على الفوطة. وغطي عليها. اهو. كده. المقدار ده عملي حوالي تسعة او عشرة. تسعة من الكريب او عشر. الحشوة بقى ترجعلك انت اي حشوة تحب بتعمليها. حلوة اوحادي. هنا بقى معايا الكريب اهوريه لك اهو. طري وجميل والمقدار ده حلو جدا. اهو. اهي بص اهو هطبقها كده. اهي. وهمسكها باقدية. بصوا طريه ازاي. بصوا طريه لا بتتكسر ولا اي حاجة. وفي منتها الجمال وطعمها حلو قوي. اهي كده. لما باجحش بقى اتفقت معاياك. وحاب بعمل ايه? بخلي الوش اللي واخد لون هو اللي فوق اللي هحط عليه الحشو. اهو. كده انا معايا ميكس الجبن. جبنة موزاريلا. على جبنة شيدر. على زاتون اسود. لو عندي كرومي حطي. انا ما كانش عندي جبنة رومي. فاكتفيت بالموزاريلا وبالشيدر. والزاتون الاسود. عايزة زاتون اغدر حطي. موضوع الحشوة ده بيرجعلك. عندك لحمة مفرومة بدن ميكس الجبن. حلو جدا. فراخ عندك بتقطع زي الشاورمة. هتبقى جميلة جدا مع بطاطس محمرة. هيبقى في منتهى الجمال. ادي واحد اهو عامل معاكو واحد تاني وبعد كده هكمل الباقي. اهو كده. اهو. لما الفي بقى الكريب كده. ابطتها كده. ابطت الجبنة اهو. كده. يبقى اتفقنا. اللي هحط عليه الحشوة اللي واخد لون. لو انت مش حابة الكريب كريزبي. اه ما تدهاش اللون قوي. وعلى فكرة الضوء هو اللي جاب اللون انه جامد قوي. هكمل بقى الباقي بسرعة وارجعلكم. اهو. كده. اهو. هعمل معاكو واحدة كمان اهي. اهو. اهو. كده. كده. اهي. كده. كده. اهي. كده أي. كده كده الكريب خلاص معي هو تصين على النار فيها معلقة سامنة وابتدي حط الكريب اهو كده هياخد برضو اللون زي اللون اللي انا حطيت عليه الجبن لو انت حابها افتح من كده حسب زوجك او حسب الحاجة اللي انت بتحبيها اهو كده انا هقلب على الوش التاني كده اهو هو بس الدوق اللي مدي اللون ده اغمى من اللون الطبيعي انه هو لونه طحف اهو كده اهو ابتدى شيره بقى كده اهو ده بينفع فطار بينفع عشا وممكن غدا ما بنخلل كده بيبقى طعمه جميل جدا اهو اهو برضو حطيت معلاء السامنة وابتدى قلب كده كده وهنشوفه ان شاء الله لما يخلص ادينا كده خلصنا الكريب بتاعنا النهاردة وافتح لكم واحدة طبعا هي سخنة جدا اهو سخنة اهو شوفوا بقى جمال الجبنة جوه والكريب برا كريسبي وجوه كريسبي مع الجبن الطرية فزيعة والطعم روعة بالمقادير دي يا جماعة هتطلع الكريب بتحفو هتشفتوني لما مسكت الكريب بايا وطبقتها طرية جدا جدا ولا بتقطم ولا اي حاجة اهو كده بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديدة وما تنسوش اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة